رئيس الجميع المالكية المغربية للعباء سنطفا او راس سنطفا مع شبك مانا على راديو مهام. مرحبا برئيس وقت لايلا مرحبا بالجمهور الكريم اولا وقبل الكشي كن نقدم التهاني الخاصة للسيد الرئيس بشرة حجيج والمكتب المديري والطاقم الاداري ديلا والتكني وجميع اللاعبين وكان هني والجمهور مغرب هاد نتيجة لان صراحة تشرف المغرب وتشرفونا جميعين. انطبعت الحال وكانت منه ان شاء الله احتى منتخب كرة السلة لانه كضم بين سانية دياله اجود اللاعبين وبالتالي كانت منه لهم حب سعيد كذلك في استعدادات ديالهم للبطولة الافريقية. ان شاء الله. في انطفا الاكيد بان خلال جوج ديال الحلقة لدوزنا خلال هذا الاسبوع تارو مجموعة من نقاط حول اخر جمع ديال المكتب المديري. كان معناتي حسن شملاء اللي تحدث عن مجموعة من نقاط كذلك عزيزة ضعيف تحدث عن مجموعة من نقاط. والان انت معنا تنطفا باش نوضحوا مجموعة من نقاط اللي جات توقف تقرير ديال الاجتماع ديال المكتب المديري. سواء ما جاء على لسان رضوين الجمعيين حسن شدال وكذلك عزيزة ضعيف. الاكيد تنطفا اوراش لكل تحدث عن العجلة اللي تكتب بها المحضر رقم ثمانية ديال الاجتماع ديالكم. بنسبا قبل ما نجبد على المحضر ديالنا وعلى العجلة اللي تكالفات اللي تكالفات اللي تكالفات اللي تكالف نحاول نجاو بي سعزيز ضعيف يمكننا لجموعة من نقاط. ومع انه كان قال انه كان قدم الاستيقالة واحد لوقيته وكان حدر ان الاعضاء المكتب منها يوصل للمكتب الجامعي لهذا الحالة اللي راح فيها. إذا اعطانا ايد النساء عزيز مقدرون نسلموا الراديو مارس لا طلب الاستيقالة ولا طلب الاستعطاف اللي كيمجز به الرئيس وكيمجز به العمل ديالجامعة وكيمجز به بزر ديالحاجات. يعني احنا واضحينوا عن نواة ايك اللي اعن قدرون نهضر بيها. تانيا هو تمجيدوا لبعض الاندية على بعض الاندية وكان قولوا له احنا يرى جميع الفرق ديال كرة المغربية هي في مستوى واحد ما كنفرقوش احنا بلقس الموطني اول ولا الثاني ولا الثالث. هو الفرق بين الشخص هو العمل دياله والبراميج دياله هو افكاره هو ما مشي الاسم النادي دياله يعني خسن نعم اير لتوغير تنفقق. انفرقوش عزيز اه بالاعمال بالبراميج بالافكار اللي تحطونك. انفرقوش عزيز ضعيفة در على التاريخ ديال بعض الاندية وقلبي انها عندها تاريخ في كرة سلل الوطنية. على رأس الفتح الماص الراجع اه البركان يعني اه 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 ارا هناك مجموع الاندي ديالك. وما كانت متعمل بعض الاندية باش انهم اعتوا شوية دي المجد الاعضاء ديالها ولا يكشلش اللي تاريلي الزباة. كنقول انه خاص خاص نمجده الانسان بالعمل ديالو بالافكار ديالو كي قلتلك بالبراميج بشكل يعطي لي كرة لواحد الاضافة. الثاني حاجة بالنسبة لنرجع لك المحضر المحضر عادي لان الظروف اللي تضار في هالاجتماع وهلا انسحاب بعض الاعضاء من المكتب المديري من اجتماع هو دليل قاطع ان هناك معارضة ضعيفة اه اللي اعطيت بش انا نتبتوا بين مقودة. معارضة ضعيفة وصلت الخمسة ديال الخمسة الناس يعني يحسوا بان 요 اغلب. ديال الاعضاء وعليل حسب ما سمعنا فهاد الاعضاء راوصلو السنتين ديال الانديال اللي بدو كي كيفيني والعريبة اللي غير فعول الوزارة وهاد يبقى وكما يجمع هاد العريضة يعني كان عنده شفية الاحترام النفسه انه يستاقل ويخرج يجمع العريضة كيف ما بغاه وهاد الطبيعة ما عاد زولش لان احنا ماشي في نفس الواترة اللي وقعت فيها مكابل كلما انه رئيس يجي ويبدأ بربرنامج دياله ويبدأ يخدم انه كالقو دوز عام ويلا يبدأ يحط رجل ويلا يبدأ يوجد الوريقة دياله ويلا يبدأ شوية انه يبدأ يجنم ذاك الزرع اللي يزرع انه بدون سيف طوب حالته وعاد تبقى الى ما وقفش هاد النزيف انه عاد يبقى يتكرر جميع السنوات ومعمر الرياضة المغربية ولا كرة السلة عاد تقدر تزيد القدام مستطيلة نشي نظروا الى كل النقطة على حضاء في هذا المحضر ودائما انا ما كان جيبت شي حاجة من عندي هذا اللي سمعناه احنا في المحضر ولي جاء للسان عزيز ضعيف وحسن شملال اللي تحدثوا على ان المحضر جاء في الشجار اللي كان ما بين حسن شملال وتونسي في الوقت لانه هناك بعض الاجتماعات ديالكم اللي كانوا فيهم شجارات واللي ما تذكروش في الجمهور العامة وعلى رأتم شجار اللي كان ما بينك وما بين نوردين بالعباد ومن وراع خرج المحضر ديال للسيناء وما تذكرش نيائيا شجارة فعلاش هنا تذكروه هنا غاك هنا هم كانوا شجارات بهاد الحيد ده هم كان يمكن نقاشات بصوت المرتفع كان اه 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 القوة دياله كل واحد كيدا فعل الرأي دياله وتاني العوض ولم كان حتى واحد متضرر ولا تقاس انه يطالب في القاعة لشي مع انه يتسجل شي كلمة من المحضر دياله اما سيد تونسي انه تقاسب اسم تهمة تزوير تهمة تزوير تهمة كبيرة على الاخور واضطر انه سيد تونسي انه كيطلب وكيقولك ان هاد الكلمة تهمة انها تسجل في المحضر فيالي ومحقه اي عوضو كما كان انه يطلب اي حاجة تسجل في المحضر كيفاش هما طالبوا انه انهم يسجلوا ان الرئيس تبرع بمئةين الف درهم رغم اني ما كنتش هاي نسجلها لانه ماشي تبرع فداش ندير اشهر نفسي ولا تبرع فداش ان انا عاونت دوك الوليدات واداك المنتخب الوطني منتخب المغريب كامل هاد النقطة اللي مشكور عليها بقو دائما في هاد المشكل ديال اللي قلتي ديال الزوير اللي تواجع في الحلقة ديالنا اه واتهموا بانا سيتونتي زور الاوراق ديال اللاعب احمد الشريف اه اللي ما عندوش نهائي اللاكاقت ناسي مال ما عندوش تشي حاجة كتبت لانه مغريبي ووقع لكم تخب باسبور ميريكاني وفي الوقت اللي انتم اه كان عليكم باناكم تجيبوا لوراق ديالو يقولوا راقاعدوك البلبلة اللي خلقتو را ما منها والوف ولا هالوراق ديال احمد الشريف اه لكاذ انتم اه الصمت وما بيانتوسه في ورقة لانا مش بها الطريقة هذي لانا كيقال سيحة سنشملال ديالك مشيت الجميع كنقلب عم تصي مالقيتوش اولا اه اه نحترمو رئيس اللجنة اولا نمشيوش الفيرو ديالو نقلبو في الملساة ديالو لان هذيك تدقى اسرر ديالالاندية كي مكان احمد شريف ولا كي مكان اكس ولا ايغريكس ولكن اجراءات قانونية كي ماشيوش عنده اسرر ايغريكس كعضو جامعي وقعت واحد البلبلة ممكن تعطيني ذاك الميل وشرح لنا كيفاش تطرح كا نقطة ديالة تجدو الاعمال ممكن اي حاجة ولكن مشي نقلب ان الوحسين كا نقلب له فراكين ارادوك اسرار ديال فراك ديال تاني حاجة كنقولها ونقولتها مرات اللي عنده شك بانه كين زورة كين العدالة كراحنا في دولة الحق والكانون ايغريكس يتزور ولا اشخاص يتزوروا يتعاقبوا ارى كين العدالة هاد الناس يمشيو يحطو ميلف ديالهم في المحكامة ومحكامة اطلب الميلف وعن اعطيو هذها واللي عنده الحق عياخدوا ايلا كانوا هاد الناس يتزوروا يتعاقبوا وكانوا الميلف القانوني هيكون قانوني راح عاجة واضحة راحنا نتبارك الله رافو احد دولة اللي بديت طورته ودولة حقه القانون يعني كين القانون في البلاد نمشيو ونرفعه دعوة ماشي عيب نرفع دعوة على هاد ايلا انا عندي تأكيد بان هاد شي فيه تزور نرفع دعوة في المحكامة وتحكم المحكامة اما اللي صالح للشخص واما بلا تزور لزورها يتعاقب نعم صابعة الحال اه كانتظن ان هاد النقطة فيها بالزف ديال الشعوبات اللي مبغيتش ندخل لهم عدابة اه كذلك من بين اسئلة المترحة عليك سيه مصطفى انك تتاخد قرارات فردية ما كترجعش للمكتب الجامعي ما كتاخدش الرأي ديال اغلبية واي نقطة بغيت يعني تبقها تبقها وتعلاق الامر بالقانون الاساسي وتعلاق الامر بتعديلات اللي كي يكونوا اه خاصين بقرة سلة الوطنية بالنسبة لقرارات الفردية ادي هاد الكلام سمعتوا مدة شهرين وانا كان سمعوا وكانت لقاهات الاخوان كان يقول لهم اعطيونا هي قرار واحد نفردي اعطيونا هي قرارات نفردية را خصيفهم الناس خصيفهم واحد حاجة كين تصير برئيس الجامعة كين تصير اليومي وكين تصير القرارات الكوبرة اللي كتدوز وقرارات اللي كتدوز المكتب الفيدرالي راها قانون اساسي ولا الانظيمة العامة را اعطيناها الاخوان كاملين وقلنا لهم شوفوا التأديلات اللي كتشوفوها صالحة الكرة تسلة المغربية جاوا الناس دخلوا الاجتماع بنية باش ميكمش داك الاجتماع لانهم بالطريقة باش بدووا كيهضروا بدووا كيحتجوا بدووا الطريقة وباش انهم انساحبوا وخرجت مراهم وهدرت مع السيني جا ولسي عازيز ضعفوا سيحات شما نقول لهم رجعوا الله يرحم الويدي تكمل الاجتماع را ماشي هكا تكون رياضة ماشي هكا تكون تسير رياضي وعندي باش مشوكرك عام شو نشوفو اميل ما نراه نعطفين نجيبوه ونرجعو اتصلت بالنايب الاول واسي سنين جا مدرج بالتليفون وعندي كل شي الاتباتات وعندي انهم باش يرجعو ماشي كيف قالوا ان انا خرجوا احنا كمناش كينا كانت سنولي مدة ساعة ونصف ومين ما هكذا كانت ما كينش نهائيا انا كل واحد كيبوه اختي لا اللي ما عنديو دليل كداب انا نستعد المكالمة ونستعد نمشي وتال الواكيل المالكو يعخدو ايدا وناخدو تسجيل المكالمة ديالي بجوج مكالمات ديالي بجي مع سين مدرج نينجا وعيشوفو الاخرشت انا ما اتصلش بسين مدرج نينجا وماشي المكالمة دار فيها الله يهديكم ارجعو انا مستعد نستقل الناس خرجو وما بغوش يرجعو وكان عنا الظروف ادا علنين على الاجتماع ديال اللي قلو مو سبطنبر يعني ما عناش الوقت باش نزيد ونعطلوه وكان نصاب مازال كاين ثمانية ديالناس اللي داولو داك النوقات وصوتو عليها قانونيا اجتماع قانوني وباش ما نمشيش لهاد الاقاويل وقال قلوه ما الاخوان ما يخرجم هنا حتى شي واحد حتى تبرا المحضر ودسنيوا الحضور ديالكم بكيتوا بانكم بقيتوا هنا ما مشات شي واحد فيكم وعاد نخرجوا هاد المحضر لان عتبقى الطعونات وعاتبقى ذلك الحتياطات ووجدنا محضر سير بلاس ودسنيهم الاخوان وتعطالهم وتصفت الاخوان اللي يمشوا وبالروح رياديو بالقانون وبالديمقراطية انهم اربع نقاط اللي كانت ما زالت طلبوها الاخوان باش تدرج ما بغيناش ندرجوها الا بالحضور ديالهم في المجتمع المقبل باش نجاوبوهم على دوك النقاط نعم 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 بالضوفة ديال اللاعب ديال احمد شيريف المشاركة ديال فرق اقل من 15 سنة وتعلق العمر باللبنة وتعلق العمر بالدلاري انا تنسجع المشاركة المغربية نعم نعم انا تنسجع المشاركة المغربية في هده الفئة العمرية ولكن سنفطفا اه كنشجع المشاركة اه ولكن اخدكم اه تهيئو لهد المشاركة فما عنده تشي معنى باننا نمشيو ونهازم اكثر من 30 نقطة وليوم كنسمع بان المنتقب الوطني المغربي كنهازم امام ايتوبيا اللي ما كنعرفوش عنه تشي حاجة فا بالاحرى اه خطنا نتهيئو انا ما كنقولش ما نشاركوش لا نشاركو خطنا نتهيئو مزيان نمشيو ونكتسبو خبرة لهادي الجيل الصعيد لانا هو الجيل اللي غنوقفو عليه من هنا القدام وبالتالي هنا كان خليوا الاتقيلة تطرح بزدفع لان المشاركة خديتي هانسا انا ما استنقول فاش حاجة من عندي انا دائما كان رجع للطريحات اللي كانوا عندي في البرنامج خديتي هانسا ضد اه اللي ما بغلي معاك لا لا انا نرجع للنقطة ديال اقل من 16 سانة وعنا نجاوبك عن المنتخبات اه كانت كارثة حسن شملال في اللي فائد يالو معكم البارع والبرح انه منتخب اقل من 16 سانة وحيا ما عناش بطولة اقل من 16 سانة ارى هذي كارثة كارثة عظمى بالنسبة للكورة المغربية انه عظو جامعي وما كيعرش بانك كان بطولة وطنية ولا بطولة داخل العزق كان تبدأ جهوية وكان تكمل وطنية وهد العام تكملات وطنية؟ نعم انا شخصية ما كيوطلونيش لا بغيت شوف انا نعطيك جميع النتائج وجميع البرنامج لا درالي ولا بنات وبالنتائج وبالفراق المؤهلة كيفش؟ يعقل انه مكيش عنا بطولة اقل من 16 سانة في المغرب هاديك تفاجأت لها بزاة فلدك تطرح لاننا رعيب وعنا نقوله احنا معناش وحنا عنا فراقينا عندهم هاد الفئات عندهم هاد الفئات اقل من 16 سنة باش يعرفوا اقل 16 سنة هي كادات وكادة يعني ربما يمكن المصطلح اقل من 16 سنة ما فهموش هو كادة وكادات نعم نرجع لك للمنتخب الوطني المنتخب الوطني بدأوا باتيوبية باللقاء اتيوبية خسي كنت العلم الجمهور الكريم والى الناس اللي كيعاتبوا المنتخب الوطني على هزيمة المرح لانه مستعدوش من اخر مرة مع الجزائر مستعدوش مستعدوش لامور ادقر اعدادي نادر انها ثلاثة الماسكرات اعدادية مور اللقاء الاخير دير جزائر وكان الماسكر الاخير هو اللي درناها الرابع هو اللي درناها في 16 سنة ما مشى المنتخب المغربي المالي يخصوم يعرفو بان المنتخب الاتيوبي النتيجة دي اللي خدمة دي الوحد لمدة طويلة وما كي خدموه اتيوبيا اتيوبيا اه تاخذي تقارير تكنية دي لكل المنتخبات اتيوبيا كانت كتستعد هدي مودة كتوجد المنتخبات ديلها اللي احنا كان عرضو استعدادة ديلهم المنتخب الميصري في الاينات انه فرح من احتى المنطبة السابعة لمدة قلق الى 12 سنة وما كي خدموه باش انهم يوجدون منتخبات احنا جينا مور جامعة جينا جينا القينا الخراب في الجامعة لا منتخبات ولا احتاج جينا هدي العام بدنا نحاولو ان هي اوة هدي المنتخب يعني بدنا نوجدو المنتخبات كيفاش بغيتون نوجدو هدي المنتخبات دون اكتساب جريبة انا صراحة ما كان لومش المنتخب الوطني وكانش شجعهم لانه ما شجعناش هاد الوليدات الى ما اعطوناش في ايسا ازا اعطونا في اوديزويت واحنا نوجدو هم الفئات الكبرى يعني هاد الناس هاد الوليدات البارح المقابلة وكوكوتين تباعها بلحدة بلحدة عادي تعرفين السوء الجريبة وكل الجريبة هي اللي خلتهم ينهزموه انا في واحد الفترات كان المنتخب الموطني منتصر ب12 نقطة انا صراحة ما عماري اسمت على ايتيوبية اللي عندها منتخب والتي في حاجة تضمت من اللي هاد الناس لا ما استضميش الاخت لنا افريقيا خداما 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 يشغلهم ووجدو فراقيهم هم جايين ام كنا رابحين بعشرات النقاط الناقلت جريبة في الدقائق الاخيرة جريبة ديالدو كل لاعبين الشبه اللي ما عندهمش جريبة افريقية ما عندهمش جريبة دولية نهزمو بواحد الفارقة ديالا الساب النقاط خفنا نصفقو على هاد الاخوان وخين هزمو مع اضعف فارق لنا هدي اول مشاركة ديالهم اول تجريبة ديالهم خفنا نفتخروا بيها بالنسبة للإينات شكت عارفو شكل هما الفراق اللي شاركوا وكنا نيد لنا هم نيد راكينا اه ما علي اللي فاس بكاسة في القيار بحاتنا احنا يمكن بتسعة وتاتين نقطة ولار بحاك الفراق الاخرى بخمسين ستين نقطة من الفراق اللي احتلت الصفوف التالي والتالي والتالي والرابط انتصرت عليهم بحيصة الكبر باش انتصرت علينا اذا اشتناتايش ديال منتخة بالإينات انهم من هذي ما الانه هما كي حاول يقلصوا شوفوا هالمقابلت ديال مادا غاشقر انهم من هازموا ب سعو عشر نقطة في المقابلة التانية مع المادا غاشقر ان هازموا بتناشر نقطة يعني هذي الوليدات خسناشي شعوم كيفاش بغينا نوصلوا للنتيجة كيفاش بغينا نوصلوا لما شاركناش ويلا ما كيفاش بغينا نقل ان عمل لها لان كل واحد كانت عنده وجهة نظر فيها الإيجابي وفيها التلبين وجهة نظر ديال التانية المشاركة ديال وكتسبو تجريفة وجهة نظر ديال العباء الجميع هو انهم مكينش الفلوس كي تتالوكم لطيلات كي تتالوكم الفرق الوطنية كي تتالوكم وكالات الاصفار وعندكم بزر ديال كخيدي والي يو باشي وصفرو هالدولات ثلتو لك خيدي ديال لكم وتتكون عدكم سوي ولا عدي مشي وشاركو يعني ولا يتي من وجهة ديال ومتkle عندهم الحق ولا يتي من وجهة ديالت غا تقول عندك الحق عليج ما حاولت بشتongo tava يا اناηا ما هو واحد بغا يفرض الرأيجي لا 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 الاخت الايلا ما كيش فرض الرأيج حضرها ديرها البلاد هذه ديرها وجهية البلاد المنتخب ملتازم والجميع انها تشارك في النهاية فتنها والوريقة وجده كل شي كملوا بكاليفيكاسيون بجهور فلاب البلاد هذه ما يمكنش غدا ان ديروا أعطيه دار واش سياسة المغرب كلها المهلاير ديال دارينة الفريقي ويقولوا المنتخب المغربي قد بعطيدا لدينا ما عندوش امكانية مالية عندنا ما عندناش فلوس عندنا خاصة بازال ما دخلتناش لسي فونسيون ديالوزارة وإلا ما دخلتش احنا يعني قلسوك ما بحل موظفين نعينو الميزانية ديالوزارة ونصرفوها كل حاجة في بلاستان وطقوا وقالسين لا هذا رأى المنتخب هذا وكانوهما كيف يفكروا في البلاد انهم كانوا يشمروا وبلا بلاس ما ينوضي يجمعون الامضاعات باش انهم يتيحوا المكتب اللي كينتامي ولو انهم ينوضي يقلبوا على اللي سبوسورين ويجيبوا الفلوس لهاد المنتخب ما شون خدبات الجامعة هي نقلسوا في الفيرون نديروا اجتماعات ما شون قلبوا لهاد المنتخبات ما كدبوا مش تمسطفى عندك مسؤول على انهم بقوا كيجمع الوقت اللي خسوم يتعاونوا معاك فيه وان لو كيجمعوا التوقيعات باش يحيدوك لانا التوقيعات سرى وصلوا الوحد العدد مهم هديك تشويش على الفراق باش انهم يمضيوا مم ما كانش عادة مهم ولا عادة لنا عندنا اتصالات واتصالات مع الانديال اللي اللي كي وراكي سمعوه اتصالات وكي الناس اللي سمعوه وصفتونا السحب الامضاع قالك احنا ما كناش فاهمين في اللي وصلونا شي هضرة وراه وصفتونا تقريبا شي تاتة وعشرين اللي وصلت ديال السحب الامضاع بالانديال اللي كانوا مضاعو يعني شوف اني اللي عندي مقتانع بيننا مصطفى أورش غير صالحة انا مرحبا بيا مشي ولكن ماشي هاد الفلاء لولي وصل الاموع بينكم لهادى لا شوف هما امعرض انه لاندي هذا تساؤل عندي مالكم دي مكان سألو ولكن اولا اولا اتصالات وانتالف اه فراق waiز cookies هاد'll الكوكبه كاملين يعني انتالي خطق اه تبلوك مهم وطلق حالي اراح لا قلصن الناس عوالا الناس من شدة المغنى لاش الله اعلم السبب الحقيقي غير معروف قراطي في ردية كانوا واحد المقدرة بشاندو كيقول كراسيت الحلاقم ولا فيك الكلوة ولا فيك ماشي كيقول كراك مريد ويخليك تمشي هاد النتيجة كانوا اشطاف اوراش مخطئة فيه كانوا عام وخم شهور اللي كانوا قراطي في ردية فيه كانوا عام وخم شهور ما عمر شي محضر شي معدر ووصلهم محضر شي معدية المكتب موديلي وصفتو رسالة كيكتبوا في ابننا السيد الرئيس ربما قولناش هكا السيد الرئيس ربما اتفقناش هكا السيد الرئيس ربما ديرناش هادئ فيه كانوا عام وخم شهور حتى لدى بعد ولا ويكتبوا الرسائيل فين كانوا عام وخم شهور واش كانوا نعسين واش قوتن بالنجوم واش هزنهم في قصطولي هالناس كانوا كيخدموا كينش حاجة في الخافة خمسة الاخضاء كانوا كيقولوا تسعود دا بولا وخمسة ما فهمتش انا الآل اشعات الزاف تدرك قنة اه اشنو كي يمنع بأنه، قال من MIC يكونوا مCl يكونواعار في الوضع rewrite ديلي ديالة قليك بأنو اللي وضعي التسеты从 IRP المجموعة من أعداء الجامع sole حَم الإن المال هُو المسؤولبر كيُلء الذي تسنت تلك المالي الجامعة، رئيس هو آن رضبط حيث.. قم hang out إلي فيها نتسو سي جزيني و سي نور دي بالعباد. رئيس? هادي لجنة لجنة دي. لا رجل المالية ما فيهاش احنا فيها اللجنة المالية والماركوتين والسبوسوريك في الرئيس زياله هو سي بالعباد. وتاني هاد اعطاء سمهلية يجي ويشي مرة في شي مكتب في ديرها لقل اكسب حلي ده بدر وربها دي النقط طالبوهم. هلاش ما عمروا that you answer. انا هزون اكسبو رسالة ولا تصله ولا في المكتب في دل انا يعطيه او أتقلا المال يطلبوه لامعل المال. وش انهزة مي تقلي مالي ولا عندي عنديه المصاريف. انا عمر بالصرف. يعني اميل مال راه في المجموعات الي. هم يطالبواه بكل م pile بكل شي راي عندو. وشترع عندي انا? انا عمر بالصرف. ولكن ارى اميل مال براسم ده hey عصف الحلال العظيم. هنا هنا الناس يقوله وصف الحلال önemli. من من امي المال كيتش كام هادشي وما بقى لنا ما نقوله لا امي المال تيقولك راح ما معدناش الفلوس بحل مشاركة جاهزة لا راح بحليات بحليات مع الناس اللي صنوفون جيبوا الفلوس لايرد عليك راح كان من حادي الوزارة اللي كتتكلف بالمنتخابات راح الوزارة هي المسؤولة الوحيدة على كتتكلف بالمصاريف ديال المنتخابات لاستعدادات ديالهم ولا التنقلات ديالهم الميزانية ما دخلاتش لانش متقالبو على الفلوس ونصفتوا هاد الوليدات مين عاد دخل الفلوس؟ راها في الرويبريك ديال المنتخبات راه الليزانية ديال الوزارة كانت جافيا actual حان ريبريك هالفلوس ديال البطولة هالفلوس ديال المنتخبات هاالفلوس ديال المنتخبات اللي دفعنا البرنامج ديال ستعدادات المشاركات بلنا الوزارة مفرنة هاد الامور كان امر إدارية حسدار بايش توصل ذيك الفلوس استعمال نور تنخدموة واش نبقى ونصنننهو حتى تجي الوزارة تعطينا الفلوس عظمو نصرفوها نبشو نقلبو عن الفلوس واشي بشو هات المنتخب راه البلاد هذي راه ما شي نقدرون نأجلو مقابلة ولا شي شي ميل فيه تقدري تأجلتها تجي الفلوس عما الديون الديون راه جميع فيه الديون راه ما يمكنش تمشي بلا ديون ونقول لك واحد الحاجة راه خاطير راه يجبت واحد الميل في خاطير خاطير هو انه صاحب الوكالة الاسفار انا اتصل بيال بارح من الخارج قال لي اه بينا اتصلوا بشي جوجد الناس من الاعضاء الجميعين يقولوا له ما تعطيوش اللي بيال بشي خرج المنتخب راه لا بغى يشهد هو وقرر انه يشهد ويعطينا تاريخ ديال المكالمة انا عارف عدعوة عارف عدعوة عارف عدعوة شوش كل هاد الخوانة اللي عايت تصلوا بمدير الوكالة باش انه يعرقم للمسيرة المنتخب وحتى في المعذكر تدريبي ديال المنتخب الكبار في الرباط راه كان واحد شوش كبير عن المنتخب شوش كبير اللي يهديهم راه هادو المنتخبت للبلاد هنا كيشي حسابة مع أوراش اجيب سوفيوها مع أوراش خليوا عليكم المنتخبت وخليوا عليكم هاد الرياضة خليوا الناس يخدموا راه يلا بكيتوا وقديروا هاد الشي كل مرة راه عاد مع مر كرة سلة تزيد القدم حلا جينا القينا الخارار وكيف بغيتوا عامشي أوراش بالتولوتين وفوقاش دال الجمال عام وفوقاش يدير المكتب وفوقاش تبدأ البطولة راه خسار الكرة سلة كيقولوا ما عارفاش الميزانية الميزانية اعطتنا الوزارة خمسمية وسبعة وخمسين مليون باش نقدي والديون المطرطبة على الجامعات السابقة راه نحتوطة خلصنا هي الديون اللي عندها لجيشي في ديالها اما حكمت بالمحكامة اما خلصنا الفكتورات باين واضحين كي نفلوس الديون يلاش بدينا تسعمية مليون كميزانية لهاد الجامعة وصيرنا بها عامين ودرخلصنا التحكيم على الجاميع الفراقية ممكن توصل تلك تلتمية مليون عاد شرينا البيضة الريادية وعطينا عاون الاندي القسم موطني التاني والتالت وعناش هاد تهرش البطولة بواحد الجو كان حاولوا نحسنوا ردوا الكرة سلة المستوى ديالها اللي كان قبل راه جينا نقينا كل شي تحت الارض ها هي اللي كان جبدو واش كل ما يجي رايسي يبغي يجبد ونطيحوه خلوه يكمل الولاية دياله ونحاسبوه إلا اختلاص يمشي الحفز وإلا سوء تتبير نعاتبوه ونتابعو معه ماشي نحاسبوه المالية نحاسبوه إداريا وتقنيا وماليا وإلا عندهم الاختلاسات وإلا عندهم الاختلاسات إحنا موجودين موجود المحاسبة موجود المحاسبة وكان اكد راه أمي المال معرفش ماله اما هو راه الحسابات دياله مضبوطة كاملة ما كيلا اختلالات الاختلاسات على عين فكن شكرك في مصطفى او راش كنشكرو التواكل ديالك معنا اه 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 اشتركوا في القناة